السلام عليكم. اليوم هنعمل مخروطة والاروع من هيك. زبدة 3 ارباع كوب 150 جرام يعني كوب الا ربع. ماء 3 ارباع كوب 150 جرام كوب الا ربع. سكر ربع كوب 50 جرام. افهار الكعك اي نوع بتحبوه انتو. معلق الطعام 15 جرام. حليب بودرة نعم 2 معلق الطعام 30 جرام. بيكن بودر معلق الطعام 15 جرام. دقيق 3 اكواب ونص. 500 جرام. نعجل مكونات جيد حتى تنسجم من 3 دقائق لاربع دقائق تقريبا. وهي مش خبز اللي احنا نعجنها كتير. يعني فقط تنسجم العجنة. نترك العجنة ترتاح نصف ساعة. عجوة الطمر واحد كيلو. زيت من اي نوع توفر 2 ملعقة طعام. طرفة ملعقة طعام. بعدين منمدها على ورق زبدة عشان يكون اسهر لقلن. هيك العجنة ترتاحات. هزين دقيقة. وبقى اعملها جزء ن. بنقطعها. حجم القطع نفس الشيء انتو بتحكمه فيه. هذهك عملناها. احنا اعملها بشكل شوية مختلف. وانتو تختاروا الشكل المناسب للكم. الجزء النص التاني. يعني كل واحد بعملها على طريقته. الحشوة كمية الحشوة اللفة تكون سميكة. هذه السهل انتو تتحكموا فيها حسب انتو شو زوقكو. جيب السمسم. كوب واحد سمسم. ونضيف عليه معلقة قطر. او عسل طبيعي. معلقة. بنفرقه جيد. نضيف معلقة سكر. نوضع السمسم عليها هيك السمسم عشان يمسك فيها. لما بده يعمل اه بالقطر وال اه مع السمسم. ممكن نوضع بدون القطر وبدون العسل نوضعها في المية في الماء ونوضع نوضعها على السمسم. وهيك اصبحت جاهزة واحدة خلال الفرن مية وتمانين درجة مئوية تقريبا. هم الصعش دقيقة. لازم انتو تركبوها. من فرن لفرن يختلف. تزرونا بوصفة جديدة. شكرا كتير للكم. اتمنى الاشتراك بالقناة. اذا اعجبكم الفيديو تعملوا لايك. مع السلامة. اشتركوا في القناة. اشتركوا في القناة. شكرا